الشيفلور بلا قليان بلا زيت ويأتي بنين يأتي رائع بهذه الطريقة التي سوف أعطيكم نحفظ على المعادن فيتامين والمعادن المعروفة كما تعرفون للشوفلور أصحاب الريجيم يصلح الناس لديهم الكوليستيرول تقادل الكوليستيرول في الدم فيه منافع كثيرة مهم جربوا هذه الطريقة فهو الأول الذي نفعله يجب أن تغسل ويجب أن تبخر يجب أن نفعل 15 دقيقة على المعادن المعروفة أريد أن نفعل هذه الطريقة أن نستعمل فيها الطريقة على البيضات سوف نحركهم قليلا لن تخلطهم ونحركهم ونزيدهم الطريقة على الطريقة كبيرة الطريقة الطومة هذه يريد أن يحصل يريد أن يقضحها ويقضحها 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 والقذبر ومعادن المعروفة كانوا لدي هنا كونج لزيتهم التوابل برة الملحة البزار قليلا تحميرها كما ترى معنا وهذا القذبر غبرة ويقضحها 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 كما ترى هنا وسوف نخلط هذه الطريقة كاملة سوف نعطيكم القوام التي ستحصلون عليها لا يريد أن يكون خفيفة هنا بعد أن أخلط هذا جيد سوف تكون خفيفة قليلا لديها واحد ثلاثة فرينا يعني ثلاثة معلقات هذا هو القوام الذي نريد أن نحصل عليه ما بينه سوف نضع واحد معلقات كامون واحد معلقات الخرقوم البلدي هذا هو القوام الذي يجب أن يكون مخفيف ما تقيل سوف نضعها للشوفلر وسوف نضعه هنا فهذا مغند وسوف نضعه يأخذ جيد هذا جيد هذا الفران سوف نضعه يصخن 180 درجة لأن الفران يصخن وسوف نضعه بلا نضعه نضعه ورق الذي يدخل الفران مخفيفة وسوف نضعه في هذا ونضعه في هذا الطبق واحدة كما تلاحظون هذا الذي يريد أن يضعه الخويت يضعه ونضعه لم أضعه كما قلت لكم سوف نضعه للفران سوف نضعه من 15 إلى 20 دقيقة نضعه من فوق لكي يتحمل هذا وعطينا هذا لون الدهبي وصدقوني سوف يأتي في شخص خيالي سوف يأتي بهذا الشكل وبهذا الطريقة سوف نحافظ على المعادن والفيتامين الذي فيه بلا زيوتات بلا قليان بلا والو في الفران ذاك شخفن زربن اتهلاوا ودوزوا بخير يلا بخشين فيديو ان شاء الله السلام عليكم